السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة Master English أتقن الإنجليزية حدرت لكم اليوم خمس تعبير idioms كتير غريبين وكتير مهضومين ومضحكين يعني اخترت لكم من أغرب ال idioms باللغة الإنجليزية قبل ما نبدأ بالدرس ما تنسوا تعمل لايك أو ديس لايك وما تنسوا تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل دروسنا إذن هيا لنبدأ let's begin أول idiom لحنتعلمه اليوم هو It's all Greek to me It's all Greek to me حرفيا يعني كله كله يوناني بالنسبة لي لكن المعنى المقصود أن هذا الشيء الذي أتكلم عنه لا أفهمه أو من الصعب فهمه بالنسبة لي مثلا I've tried learning programming But it's all Greek to me حاولت تعلم البرمجة لكن ما زلت لا أستطيع فهمها Programming هي البرمجة I've tried learning programming But it's all Greek to me مثال آخر I don't understand English It's all Greek to me لا أستطيع فهم اللغة الإنجليزية حرفيا إنها يونانية بالنسبة لي لكن المعنى المقصود أنها صعبة بالنسبة لي I don't understand English It's all Greek to me إذا تشعر بأن اللغة الإنجليزية صعبة ولكن تريد أن تتعلمها فاشترك في قناتي على اليوتيوب بالضغط على زر subscribe وبتفعيل الجرس حتى يوصلكم الدرس أول بأول وفيكن كمان تشتركوا على قناتي بالTelegram حتى يوصلكم كل الPDFs وكل دروسنا أيضا ثاني تعبير اللحن نتعلمه اليوم هو Pardon my French Pardon my French أو Excuse my French Excuse my French حرفياً تاني أعذر لغتي الفرنسية أعذر لغتي الفرنسية لكن نستعمل هذه العبارة عندما تستعمل كلمات غير جميلة أو غير مقبولة وعندما نشتم ونريد أن نعتذر على استعمال هذه الكلمات مثلاً Pardon my French But I've had a hell of a day Pardon my French But I've had a hell of a day أعتذر عن كلامي لكن يومي كان جحيماً لما نستعمل hell باللغة الإنجليزية هي بمعنى جحيم لكن منا كلمة كتير حلوة لذلك عم نقول Pardon my French أو Excuse my French Pardon my French But I've had a hell of a day جملة أخرى I shouldn't have said that Excuse my French I shouldn't have said that ما كان يجب أن أقول ذلك Excuse my French عذر كلامي I shouldn't have said that Excuse my French الإديوم الثالث لليوم هو Monkey business Monkey business Monkey تعني قروض وبيزنس تعني أعمال حرفياً Monkey business تعني أعمال القروض لكن المعنى المقصود هو إما أعمال مشبوهة وغير قانونية أو أعمال سخيفة إذن نستعمل monkey business لنتحدث عن أعمال مشبوهة أو غير قانونية أو عن أعمال سخيفة مثلاً Stop disturbing me by your monkey business I want to sleep Stop disturbing me by your monkey business أريد أن أنا توقف عن إذعاجي Disturb تعني يزعج بأعمالك السخيفة I want to sleep Stop disturbing me by your monkey business جملة أخرى بمعنى أعمال مشبوهة What monkey business are you two doing in the middle of the hallway What monkey business are you two doing in the middle of the hallway أي أعمال مشبوهة تقومان بها في منتصف المدخل الكوريدور What monkey business are you two doing in the middle of the hallway الإذن الرابع لليوم هو fat chance fat chance fat chance حرفياً تعني فرصة سمينة أو فرصة بدينة لكن المعنى المقصود أن هناك فرصة ضئيلة جداً لحدوث أمر ما إذن هذا معنى fat chance لكن الأغرب من هذا التعبير أن slim chance والتي حرفياً تعني فرصة نحيلة أو فرصة ممشوقة لها نفس معنى fat chance إذن فإن fat chance و slim chance قد تبدوان أن لديهما معنى مختلف لكن لهما نفس المعنى fat chance و slim chance لنرى أول جملة أنا said that there's a slim chance she'd get back together with Craig أنا said that there's a slim chance she'd get back together with Craig قالت أنا أن هناك فرصة ضئيلة لعودتها مع Craig أنا said that there's a slim chance she'd get back together with Craig get back together يعني أن تعود إلى أن تعود في علاقة مع هذا الشخص Are you going to buy a new car this year? هذي محادثة بين A و B A يسأل الشخص B Are you going to buy a new car this year? هل ستشتري سيارة جديدة هذه السنة يرد عليه ب fat chance هناك فرصة ضئيلة fat chance Are you going to buy a new car this year? fat chance التعبير الخامس والأخير لليوم هو go bananas go banana إذن banana تعني موز و go تاني يذهب حرفيا go bananas تعني أن يذهب موزا لكن المعنى المقصود هو أن يجن جنونه بجن إما لأنه متحمس وكتير مبسوط لشيء أو بجن لأنه غاضب جدا إذن she'll go bananas if she sees the house in this dirty condition she'll go bananas if she sees the house in this dirty condition dirty تعني قدر وسخ سيجن جنونها إذا رأت المنزل في هذه الحالة القادرة بمعنى أنها ستغضب كثيرا she'll go bananas if she sees the house in this dirty condition جملة أخرى the kids are going to go bananas when we tell them about the trip سيجن جنون الأطفال عندما نخبرهم عن الرحلة ونفهم من المعنى أنهم سيجن جنونهم لأنهم سيفرحون ويتحمسون كثيرا the kids are going to go bananas when we tell them about the trip إذن الاريام اللي تعلمناه اليوم هنه it's all Greek to me نستعمل هذه الاريام لنتحدث عن شيء لا نفهمه أو من الصعب علينا أن نفهمه الاريام التاني اللي تعلمناه هو pardon my French أو excuse my French ونحن نقول هذه الاريام عندما نستعمل كلمات غير جميلة أيضا تعلمنا monkey business monkey business والمعنى المقصود من monkey business هو أعمال مشبوهة وغير قانونية أو أعمال شغب وسخيفة أيضا تعلمنا slim chance وfat chance وإتنينتهم إلو النفس المعنى والمعنى هو أن الفرصة لحدوث أمر ما ضئيلة وآخر idiام تعلمناه اليوم هي go bananas أي إنه جن إذن هولي كانوا أغرب ال idiام وأهضم ال idiام باللغة الإنجليزية إذا بتعرفوا idiام مهضوم بتحبوه أو بتحسوا غريب كتبوه ليه بتعليق بالكومنت سكشن تحت الفيديو وشكرا كتير لقالكم لحسن متابعتكم ما تنسوا تتابعوني على التاليجرام وبشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل كان معكم نور السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اليوتيوب بيمفحك تشاهده وما تنسوا تعملوا سبسكرايب عبر الضغط على الدائرة ثم الضغط على زر سبسكرايب وشكرا كتير للكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر